اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين حققت الكثير من الإنجازات منذ انطلاق مشروع جلالة الملك المعظم الوطني الكبير بأهدافه على كافة الصعود التنموية والإنسانية وأشار سموه إلى أن ذكر اليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا مقاليد الحكم فرصة لاستذكار هذه النجاحات والإنجازات التي يفخر بها الجميع وقال سموه أن البحرين أسست نموذجا للتنمية والاستثمار أساسه المواطن باعتباره أولوية دائمة وسنستمر نحو مزيد من البناء والتطور ضمن مسيرة الوطن المباركة بقيادة جلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه ونفخر بصروح الإنجاز في مختلف القطاعات التي أساسها حب الوطن والعمل من أجل رفعته وهو ما نلمسه من كافة أعضاء فريق البحرين الواحد من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع الأهلي مؤكدين إيماننا بما نمتلكه من كفاءات وطنية وخبرات وقدرات مميزة واستثنائية وهو إيمان ينبع مما نراه من مشاريع وأسهامات نوعية تتحقق عاما تلو الآخر تقف خلفها سواعد بحرينية والتي عهدناها على الدوام متواجدة خلف كل إنجاز يتحقق للوطن جاء ذلك لدى استقبال سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمنا وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين لدى لقاء سموه عدد من المواطنين من أصحاب المجالس الرمضانية حيث رفعوا أسماء آيات التهاني والتبركات إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة سائلين الله عز وجل أن يعيد شهر رمضان المبارك على سموه بمفور الصحة والعافية وأن يسدد على درب الخير خطى ويوفقه لمواصلة مسيرة الخير والزهار في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وقد باد لهم سموه التهاني والتبركات بهذه المناسبة داعينا الله العلي القدير أن يعيد هذا الشهر الفضيل على مملكة البحرين وهي تنعب بالأمن والسلام على شعبها الكريم بالخير واليمن والبركات ونوها سموه بما يمثله شهر رمضان المبارك من فرصة لتعزيز القيم الإنسانية النبيلة في نفوس المسلمين وترسيخ قيم التسامح والأخوة والترابط التي حث عليها ديننا الإسلامية مشيرا إلى ما تعكسه المجالس الرمضانية من أبهى صورة لتعزيز اللحمة الوطنية من خلال التزاور والتواصل بين كافة فئة المجتمع معربا سموه عن اعتزازه بما يتسم به أهل البحرين من قيم نبيلة وأخلاق حميدة واحترام متبادل كان أساسا لحفظ نسيجنا المجتمعي المتماسك وأشار سموه إلى أن حماية الوطن على قائمة الأولويات ومملكة البحرين بفضل من الله عز وجل تنعم بنعمة الأمن والأمان وهو ما يجب أن نواصل الحفاظ عليه لا في تنسموه إلى ما يمثله الأمن والسلام والتسامح من ركائز مهمة في تحقيق الخير والنماء للأوطان وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة مؤكدا الحرص المستمر على مواصلة تنفيذ المزيد من البرامج التنموية والتشريعية لصالح المواطن وتقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة باعتبارها غاية أساسية في العمل الحكومي وأكد سموه أهمية مواصلة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المجالات نحو مستويات أكثر شمولا وتحفيز دوره كشريك فاعل في عملية التنمية بما يسهم في خلق الفرص النوعية أمام أبناء الوطن معربا في ذات السياق عن الشكر لغرفة تجارة وصناعة البحرين والقطاع التجاري لما تحقق من نتائج إيجابية خلال شهر رمضان المبارك عبر جهود توفير السلع الاستهلاكية وضمان استقرار أسعارها والتي تأتي امتدادا للتعاون المشترك بين أعضاء فريق البحرين الواحد كما أشار سموه إلى أن ما تحقق في كافة القطاعات على صعيد خطة التعافي الاقتصادي ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 ما هو إلا تجسيد للنجاحات والإنجازات التي تبنى بتكاتف أبناء الوطن والتي هي مصدر فخرنا واعتزازنا الدائم لافتا سموه إلى أهمية استمرار قياس وتقييم ما تحقق من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومواصلة تنفيذ أهدافها التنموية بما يعود بالخير والنماء على الوطن ويحقق تطلعات أبنائه معربا سموه عن تطلعه بتفاؤل أن تسهم المشاورات التي وجه سموه للبدء فيها لصياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050 في مواصلة مسيرة الخير والازدهار وبناء المستقبل المشرق لوطننا بتكاتف الجميع بما يسهم في رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله وأكد سموه على صعيد متصل موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والمؤيد لكافة المساعي والجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي عادل ودائم من خلال دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية من جانبهم أعرب الحضور عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على بايوليه سموه من اهتمام وحرص على الالتقاء بمختلف أبناء المجتمع تجسيدا لقيم التواصل والترابط التي يمتاز بها المجتمع البحريني الأصيل سائلين الله تعالى أن يمده بعونه وتوفيقه لمواصلة تحقيق النماء والتقدم لمملكة البحرين وشعبها في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا وقد أقام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مأدبة إفطار للمواطنين من أصحاب المجالس الرمضانية الذين استقبلهم سموه للتهنئة بالشهر الفضيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر